انت مش مجرد رقم في الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو ده المشاهدات ازدادت واحد ولكن هل الرقم اللي بيعبر عن المشاهدات دي انت مجرد جزء منه؟ الناس الكتير اللي قدامك دي مش مجرد ارقام برضو كل واحد منهم عنده احلامه احزانه عنده مشكله افراحه ولكن كتير مننا للأسف اتنقل من مجرد اعتبار الناس كارقام لمعاملة نفسه هو كرقم ازاي ده وهل ده موجود؟ تابع الفيديو وانت هتعرف الاجابة ان شاء الله السلام عليكم في الفيديو ده هنقل لك تجربة شخصية في البعد عن السوشيال ميديا وتجربة ناس كتير جدا وخليك فاكر اللي محتوى الفيديو هيكون متأسهم لأقسام هتلاقيهم في الوصف بتاع الفيديو احنا نتكلم بشكل اساسي حوالين اربع محاور اولهم هو امتى بعدت عن وسائل التواصل وليه تاني حاجة هي خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأبرزهم الفيسبوك مثلا تالت حاجة العلاقة بين السوشيال ميديا والدراسة واخيرا خطوات عملية للإقلاع عن السوشيال ميديا فعلا وبدائل لشغل وقتك اللي انت هتحصل عليه حرفيا هيتوفر لك وقت كبير جدا لو تخليت عن السوشيال ميديا في البداية لازم نكون عارفين مصطلح القطيع وإيه هي الخرافة المتعلقة به دايما تلاقي ان الصحبي يقول لك انت لازم تكون مميز ما تتبعش القطيع انت ليك طريقك الوحدة ولكن الحقيقة اللي كلنا لازم ننتمي لقطيع معين الفرق الوحيد انك ممكن تختار اللي دا يكون قطيعك في المحظة على صحتك ووقتك او تختار اللي دا يكون قطيعك ونظرة شركات السوشيال ميديا عننا احنا ما بتختلفش عن نظرتهم للقطيع في الصورة اللي على اليمين حرفيا السورطين بالنسبة لهم واحد لاننا عندهم مجرد ارقام مش اشخاص بحياة كاملة مجرد بيانات بيستخدموها في ادارة اعلاناتهم وفلسهم على حسابك انت يا صديقي وعشان كده في 2020 انا قررت لنا اعتزل السوشيال ميديا وده كان البوستو كان في اول ايام اجازة تلتة ثانوي طيب هل دي فعلا تجربة تستحق منك انك تجربها باختصار ايوة ده احسن قرار انت ممكن تاخده في حياتك كلها وبدون مبلغة وادعوك انك تجرب ولو مدة اسبوع واحد في البعد عن السوشيال ميديا طيب هل البعد عن السوشيال ميديا صعب انا كواحد استخدمت السوشيال ميديا وخاصة الفيسبوك من سنة 2010 والحد سنة 2020 مريت بكل المراحل اللي مر بيها المستخدمين في الاوقات دي اتمزكت بطريقة لا ايراضية مع هوس الترندات وشاركت فيها كلها فانا الوقتي بقولك ده عشان اعرفك ان الموضوع ده مش صعب وبفقرك تاني ولو استدعى تالت ورابع ان ده احسن قرار هتخده في حياتك لو بعد عن السوشيال ميديا طب ايه هي اضرار السوشيال ميديا اكثر اضرار السوشيال ميديا شيوعا هو الحزن من غير سبب والديئة وده بيكون راجع لكثرة التعرض لاخبار كتير منها المزيف ومنها الحقيق وفيها صدمات متتالية ما بين الحزن والفرح مثلا تلاقي خبر وفاة وامة قتلت اولدها محمد صلاح اخذ جايزة فريقك كسب حريقة في مكان معين صديق توفى مولود جديد حرفيا صدمات بتحصل لك زي اللي بحصل لأسنانك ما بين السخن والسائع المرض بيحصل ولكن بيحصل لقلبك وعقلك فما تستغربش وتقول انا حاسس لنا متدايق من غير سبب لان ده من اهم الاسباب اللي لم يكن كلها تاني ضرر هو ثقدان الثقة بالنفس وفي النقطة دي خلينا اقول انعدام ثقتك بنفسك لان من كتر الصور اللي هتشوفيها لبنات تانية ما بيظهرش فيها غير الحلو من حياتهم او اللي هم ما عايزين يظهر وده هيسبب حزن وانعدام الثقة بالنفس ونفس الحال معاك يا صديقك اما تقيرن بينك وبين نجاحات التانيين بذور المتفرج بس بيتكون عندك مفهوم غلط للنجاح الصحيح وبيخليك تحس بالفشل من اهم الاضرار برضو هو التأثر بالقطيع الخاطئ وده اكتر حاجة بتسبب التشوه الفكري والمعتقدي اللي بنلاقيه عند كتير مننا وبيغير مفاهيم التربية والصح والغلط ما بيكونش عندنا الميزان الصحيح وبيزين الكلام ابسط مثال على ده لو جيت اقولك ايه الفرق بين واحد بيتتبع حياة واحدة ما تعرفوش ولا حتى ينفع تعرفوه وقاعد يحفظ في صورها من عن نت وبيتابع اخبارها وبيحاول يكلمها او على الاقل بيتمنى ده وبكده يبقى بيخون عرض اصر غيره بالنسبة لها الموضوع ده مش عادي وده الصح ايه الفرق بين كل اللي فات وبين كلمة باكراش عليها مثلا احنا زينا المصطلحات لنفسنا بتأثير السوشيال ميديا عشان نعمل الحاجة الغلط وهي في بالنصح بقى عندنا هوس الترندات واللي بيندرك تحتها استخدام الفاظ عمرنا ما كنا هنستخدمهم فانعايز اسألك سؤال هل في فرق بين الشتيمة اما تستخدم كشتيمة وبين كنها ترند؟ او هلما تقول كلمة معينة في موضع التفاجئ بيخليها تفقد بذقتها مثلا ثالث حاجة مثلا زي الاغاني انت واحد عمرك ما كنت هتهتم تسمع اغاني ولكن يحصل ترند معين الاغاني الاجنب الوقتي لازم تتسمع لا الوقتي بنسمع راب هتلاقيك بتتبع القطيع الخاطئ في المواضيع دي فخلي بالك لان ده اكتر حاجة بتوصل لتشوه فكري ومعتقدي عندك وهيبقى بالنسبة لك ده عادي بعد كده الادمان طبعا الادمان هو اكتر حاجة منتشرة على السوشيال ميديا لو فاكر ان الكلام ده غريب فانعايزك تجرب لمدة يوم واحد انك تفتح اشعارات تليفونك وما يجيلك اشعار ما تبصش عليه لو عملت كده فعلا وادك ما كانتكش انك تفتح التليفون فانت مهيئ نسبيا انك تسيب السوشيال ميديا السوشيال ميديا بقت شماعة للهروب من العمل الفعلي وتعليق حجة جواهية عليها زي انا اصلا مذاكرتش عشان كان فيه لايف مهمة بتفرج عليه او الوقت اللي ضع ده كان فعلا مفيد لان امتابع اشخاص بتنشر كلام مهم بتقنع نفسك في انك تسيب الشغل اللي وراك فعلا بحاجات تانية مزيفة وده ضرر قاتل حرسيا لوقتك اخر ضرر معانا في الفيديو ولكن مش الاخير من اضرار السوشيال ميديا هو الحرمان من الترفيه الفعلي لو جيت بص للاجيال اللي فاتت هتلاقي عندهم ذكريات فعلا اما جيلي فعنده نسبة اقل من الذكريات دي ولكن للجيل الحالي حرفيا السوشيال ميديا هي كل الوسائل عندهم ضيعين ما بين الفيسبوك والتيك توك ومش عايشين طفولتهم ممكن ده بالنسبة لك يكون عادي ولكن خليك فاكر اللي في يوم من الايام الجيل ده هيبقى منه واحد من اولادك او منه بالفعل الوقتي حد من قريبك ثاني جزء من الفيديو هل في علاقة بين السوشيال ميديا والدراسة؟ ايوه وجدا كمان وامها هو التعسر الدراسي واللي اثبتته دراسات كتير واللي بيكون بسبب ضيع الاوقات على السوشيال ميديا وعدم القدرة على التركيز لفترات كبيرة يادو بتذاكر كلمتين وتلاقيك هوب مسكت التليفون وبتسكرول بلا هدف وخاصة في ايام الامتحانات ودي في الحقيقة حيلة نفسية عشان تشغل وقتك باي حاجة غير المذاكرة فيا صديقي ارجو انك تجرب الموضوع ولو لمدة 3 ايام على محمل الجد وصدقني هيفرق معاك جدا وبكده نكون وصلنا لاخر واهم حاجة في الفيديو وهو انت ازاي تبعد عن السوشيال ميديا اول حاجة لازم تعملها هو انك تدعي هتقول لي ادعي هنا؟ ايوه الدعاء هنا مهم جدا لان لو ربنا يسر لك انك تبعد عن السوشيال ميديا فحياتك حرفيا هتتغير وبدون مبلغة ومن اهم الخطوات العملية اللي المفروض تعملها هو التحدي انك تتحدى نفسك في انك هتقفل السوشيال ميديا وده اللي انا عملته في اول الفيديو اللي نزلت بوست قدام نفسي وغيري اللي انا هقفل السوشيال ميديا تاني حاجة هو انك تمسح كل تطبيقات السوشيال ميديا من على تليفونك سواء كان تويتر فيسبوك انستجرام الى اخره وما تفتحوش الا من المتصفح وده ياخدنا للنقطة التالتة وهي انك تتدرج في الانقطاع ده يعني تفتح المتصفح في وقت الحاجة فقط خلي اول اسبوع انك تفتح من المتصفح وقت ما تكون محتاج تفتح فعلا وبعد كده ابدأ رائب وقتك وقلل وحدة وحدة لو عملت ده فانت على بداية الطريق في الانقطاع وتغيير حياتك الكلام اللي فات ده مش هيهمك لو انت فعلا عندك الاراضة ان بعد الفيديو ده تتحدى نفسك وتقفل السوشيال ميديا نهائيا والحد هنا نكون وصلنا لاخر الفيديو ويسيب كومنت تحت بتحدي لو مستعد بمدة التجربة اللي هتمر بيها في قفل السوشيال ميديا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك